فكرة طول وقت احنا بنقوله و احنا يمتع نسافر عبر الزمن هو ازاي ممكن نسافر عبر الزمن ثبتة بالفعل ان احنا نقدر نسافر عبر الزمن والقصة مش معجزة ولا اي حاجة ولكن طبيعة دورة الكرة الارضية النهار بيبتدي في بلاد او في قرات قبل قرات فده بيخلي ان احنا ممكن نعيش السنة او يعني نبتدي السنة مرتين في المكان قبل المكان التالي نعيش لحظة نحنا نسافر عبر الزمن او الوقت بمعنى طيارة طلعت من اليابان يوم واحد يناير طلعت اطلقت الساعة واحدة الساعة واحدة الفجر وصلت كاليفورنيا امتى بقى يا باشا الساعة خمسة بعد الدور واحد وتلاتين مش واحد يعني هي مشيت اول ساعة في اليوم الجديد او في السنة الجديدة وتوصلت الساعة خمسة في نصف اليوم واحد وتلاتين فاعتبر او الناس اعتبروا ان الظاهرة دي وفكرة الطيارة دي الطيارة دي بمنتهى الامانة لو احنا بنشرحها عادي لو احنا بنشوف فيه فيلم وتعمل عليها فيلم ساسبنس كامل هي طائرة سفرت عبر الزمن والناس اللي فيها احتفلوا مرتين بنيو يير يوم اللي طلعوا منه كان ده نيو يير ويوم اللي رجعوا لكاليفورنيا فيه انت بتعتبرينهم محظوزين ان هم عاشوا التجربة دي افرما؟ بوسي ذاكرة حلوة تتحط في الذاكرة يعني حلوة انها تتحكي انا مختلفة اه يعني انا جماعة انا حضرت نيو يير على الفكرة انا من الناس اللي حضرت نيو يير في اليابان وفي كاليفورنيا في نفس الوقت اللي هو اول دخلت الحوار كده انت هتقلفي علينا ازاي اتلو اه يعني انا كنت قبل ما اركب الطيارة كان نيو يير في اليابان ووصلت كاليفورنيا كان لسه نيو يير مجاش مفيدة مؤلفة سريعة سريعة البديئة اخلفت اخلفت الفكرة متاحة في اي وقت مش بس في اليوم ده لو انت عايزت سابق الزمن ممكن تعملها ليه ليه لان فروق التوقيت طبعا بتخلي اليوم بيبدأ في قرات مختلفة عن مثلا في اقصى الشرق من كوكب الارض قبل القرات الوسطوي الغربية هو كل ده بيأكد ان الكرة دائرة دائرة كروية بتلب مش هو ده تأكيد للمعنى يعني انت بتروح وبترجع وبتعمل هنا بيطلع الصبح بالليل بينزل بيبقى فيه نهار في بلد تانية نهار في بلد تانية تطلع الفجر تبقى انت عندك بالليل وكلها في عظمة الخالق اه طبعا سبحان الله والتعليقات من مختلف بلدان العالم على الطيارة اليابانية على منصة اكس كانت كلها مساحات من الظروف والفكاهة عن اشكالية الصفر في الزمان وحظ الركاب اللي استقبله العام مرتين خلال ساعات طبعا ده غير الزلزال اللي حصل اول يوم في اليابان سبع ريختر سبع وحاجة ريختر الزلزال ده كان اول حاجة تحصل في اول حاجة في سنة نفتكرة عشان نشاهدين نتقبل السنة انه العام اللي كل الناس تؤكد فيه ان ربنا يصل على الزوارر الطبعية العام يجيب لنا الخير والرخاء واليسر يا رب ان شاء الله عام جديد مقصد